ربنا، أنا فخورة بحضرتك شكرا شكرا أنا قريب بس على حاجة لفرصة أن أنا أقول كده شفوا، ما أعلم أنك تطلوبي الطلب ده مع القرية دي من 4,500 قرية المفروض أن إحنا عاملين برنامج حياة كريمة لهم ما أنا بنيتشار عندينا أن إحنا نغطي ده في ثلاث سنين في ثلاث سنين خدنا إيه؟ خدنا أول ثلاث اللي هو أصعب حاجة حطولي ده اللي عندنا صعب حقولك صدقيني اللي إحنا اخترناه كان أصعب ثان إيه؟ أصعب التلت ده هيخلص في سنة هيخلص في سنة هنعمل في إيه؟ هنعمل في الصرف السحي هنرجع المية الشرب ونطمن إليها تمام هنرجع الكهربا ونطمن إليها تمام هنرجع البيوت اللي هي حالتها صعبة ونحسنها هنعمل الطرق هنبطل الطرع هندخل الغاز هندخل الاتصالات في كل ده وده مش إيه؟ يعني إيه؟ مش حدي يعني يقولي صوته وجيجي ودني فهو أعمله لا إحنا بنتكلم على دولة متخش على كل ريف مصر ثانين سعيد دلتا والطابع بتاعتها كل 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 ده ده موضوع مش متنقل يعني إيه؟ مش شوفنا القرية دي عملناها لأنا حكملت بس أصلت إن إحنا دلات ناس بيسمعنا إحنا على هوا فأنا عايز الناس في الفرصة إن هم يعرفوا إن إحنا مش هنسيب حد البرنامج أيها دكتور البرنامج مغطل الجمهورية كلها كل قرية في مصر لازم يخش لها صرف الصرف كل قرية في مصر لازم يخش لها مية شرب كويسة وليطم كل قرية في مصر يطمن على كهربا بتاعيش ما نحاول كل قرية ممكن الغاز يخش فيها عند خلال غاز كل قرية الانتصالات يعني النت والكلام ده هيخش لها ثم الترع اللي فيها نعمل فيها إيه؟ هم بالفعل شغالت صبتين فيها نعمل لو مفيش مدارس نعمل لو المستشفى عايز ترفع كفاية أو مفيش نعمل أو مراكز صحية ثم المحليات بتاعتها المعنى اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن إحنا أمنا عند ربنا سبحانه وتعالى إن في الثلاث سنين دول اللي بدأوا بقالهم ست شهور يعني فضل سنواتين ونصر نقدر الوعد ده لكم مش مني من الدولة المصرية من الكهربا الكهربا يعني إيه؟ يعني أنت ممكن يكون عند الكهربا في البيت يعني بس ممكن تكون جودتها إيه دكتور شاكر بتقطع شوية مش عارف إيه؟ لا إحنا بنتكلم على جودة كهربا حقيقي في كام سنة؟ ثلاث سنة فقد منهم كام ست شهور؟ بعد الست شهور اللي جايين دول هو ستة اللي جايين إن شاء الله هنخش على التلت التاني إن شاء الله التلت اللي إيه؟ ياخد سنة ثم بعد كده إن شاء الله بعد سنة نخش على التلت الأخير ويبقى كده خلصنا الريف مش بس قرية حضرتك القرية بتاعت كل مصر وتوابعها احنا قرية قدندان أولا إنت زمان كنت قلت لنا إن إحنا نور عينيك واحنا دلوقت بنقولك إنت نور عينينا اللي هتشوف مستقبل شفافنا إحنا قريةنا كلها حولينا كله زراعة ما فيش شبر نبني عيالنا وإحنا يعني أنا لحد دلوقتي 48 سنة أعدى في بيت عيلة خايف عيالي كمان يوعدوا فيها فإحنا كنا بنسمحك إن حضرتك كتبين أرض فضاء الشباب يبنوا فيها طب أنا حقولك برضو الكلام اللي بتريد ده كلام مهم وإحنا موبودين إحنا بنتكلم على الأراضي الزراعية بنقول إيه نحافظ عليها إنها مش كتير لكن في الأراضي اللي هي الزهير صحراوي بقى إيه نعمل ده ونشوف الكلام دوت مش بس بقريتك لكل القرى اللي هي مفهاش شبر مكان نبني فيها بصرع بس حوليك على حاجة بنام أنت قلت كده في فرق كبير أو إن أنا قول عايزة أبني بيت ريفي ونها أبني بيت نعيش فيه فوق بعض فالوضع اللي إحنا فيه ده مع نودرة الأرض بحتاج لنا غير إيه عددنا نبني إيه دور وطني مش مشكلة أهمت حاجة لا حنوفر حاضر شوف اللي فانا خبنا إن كلمك يا رب أده برد فانيه برد فانيه برد فانيه برد فانيه برد فانيه عايزة أقولي حاليا لما بنا ممكن أقول إيه حاضر همش نفعش كده إحنا بصين الدولة بصة لكل ريفي من الجيزة الصف لغاية أصوات البرنامج اللي موجود زي ما قلت كده اللي هو في الثلاث سنين حنغطي كل الملاحظات اللي أنا قلت عليها ما نتحرمش مننا ده ده يا رب بارك لمصر ويغنينا من فضل ويغنينا من فضل ويغنينا من فضل ويا مصر بتتكلم مصر بتتكلم حارف مصر بتتكلم حارفين ومصر بتتكلم حارفين صحيح وده ترس بلدنا مأجرناش وإحنا بنذكر حضرتك على دعمة لينا شاك شاك هاولي 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 شكرا 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 سلام علي سلام علي تحية من سيدات الجمهورية وتحية من سيدات أصدار وتحية من سيدات النوبة وتحية خاصة مني أنا كريمة بكار شكرا 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 شكرا